كيراتين تبرك الله كيف يخرج كيراتين ملكي هذا ما جربته في حياة ميتة مقتولة بالثشوار بالكيراتين المواد الكيموية هذا الكيراتين يرجع لك الحياة للشعر الزغبة تعاود ترجع بالقوة و باللمعان نتيجة الكيراتين يجرب على شعري الشعر يرطب حل الحرير انا كنت متخيلة يرطب ولكن يرطب حل الحرير بمكون طبيعي صحباتي كبيراتي كل شي مزيان ان شاء الله تكونوا بيخير و على خير و انتم ما كثبوا فيديو اليوم اليوم كيف مشوا من العنوان وصفة رائعة بحل جميع الوصفات الحمد لله اللي نشارك معكم في القناة وصفة اليوم وصفة طبيعية مئة بالمئة لما نفعتك مستحيل انها تضرب كيراتين طبيعي للشعر انا سوف نقول لكم كيراتين روعة يا البنات واعر بزاة 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 سوف ترجع عندي و ستشكروني لكن اول مرة سوف ترى قناة لا تنسى اجتماعي و اذا نشكروا على احمر و افعلوا لي اختيتك الجرس لان يوصلكم ديما الجديد و لا تنسوني في اللايكت لان وصفة اليوم تستاهل مليون لايك من تشجيعات هذا الفيديو ان تكتروا مني لايب وصفة صارحة من قلب البنات بطيتكم وصفة مجربة مني شخصيا كيراتين سترحموني عليه وصدقوني يا البنات سترجعون عندي وستشكروني على هذا الوصفة اللي سنعطيكم اليوم إن شاء الله بحول الله ستقلوا الاستغرام ديالي مكتوب هنا تحت الفيديو الاستغرام ديالي كيم صندوق الوصف دخلوا عندي مرحبا بكم ومرحبا بتساؤلاتكم ونحاول نقراج جميع ليكم مواطق ونحاول نجاوب على جميع تساؤلات ديالكم لا تنسوش أنكم تخيلوا لكم أو تغديركم أي حاجة بغيتوها إن شاء الله نجاوبكم عليها ودابا عندو زنيشة المكونات الوصفة تبعوا معي الفيديو من الأول تلخط باش نعطيكم المقادر المضبوطة مع طريقة الاستعمال اللي هي أهم 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 حاجة في هذا الوصفة هذه على بركة الله حبيباتي غامضا في مكونات الوصفة أول مكونات عندنا هو أصل المكونات الأساسي والرئيسي في هذا الكيراتين اللي هو القرعة الخضراء لبنات القرعة الخضراء الفوائد ديالها عديدة جدا في ترطيب وتمليس الشعر وكتساهم البنات في تطويل الشعر يعني هاد الوصفة هادي كتطول لكم حتى الشعر ديالكم وصفة ممتازة جدا جدا لبنات هاد الوصفة هادي نتمنى تجربوها وتحيدو العقز وتنضو تديروها وساهلة بمكونات بسيطة جدا أول حاجة غناخل جوش قرعات كيف ماشو معي وغنقطعهم على تشكل هذا مربعات صغيرة ونديروهم في شي كاسرونة على هاد الشكل هذا كيف مكتشوفوا معي في الفيديو البنات القرعة استعملتها بالقشور ديالها يعني را كلها فوائد ما تحيدوش من هالقشور فقط تحيدو دوك الجواني بدي القرعة دوك النورة او للزهرة كيف كان قولو ديال القرعة اللي كيكونوا في الجواني فقط وغادي نضيف لهاد الكاسرونة هادي القرعة غنضيف لها كاس كبير ديال الماء بارد كاس كبير ديال الماء من الروبيني ونضيف فوق نار مهيلة حتى يطيب لنا مزيان كيف ما كتشوفوا معي كنوريكم الطريقة مرحلة بمرحلة ذاك الشيناس كنقول لكم تبعوا معي الفيديو للاخير لانني كنوريكم طريقة الاستعمال والوصفة مضبوطة جدا جدا المهم بعد ما طابت لي القرعة تقريبا 1-10 دقائق حتى الـ 15 دقائق وكتب ضغية وكتب لنا صف من بعد ما كتب ديال القرعة كنديروها في خلاط كهربائي على هذا الشكل هذا وبالما ديالها يعني غنطحنوها بالما اللي طابت فيه وغنطحنها مزيان مزيان حتى تولي لي على شكل عصير ديال القرعة غنطحونة مزيان 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 وكيف ما كتشوفوا معي في الفيديو اخذوا شي تبصير او لشي جبانية او لشي ايناء فاش تديروا الخليط ديالكم واخذوا شي صفاية او للي عندها ليبا او لازيف حياتي اللي بغيته على حسب شنو متوفر عندكم باش تصفيروا الخليط اهم شي ان هاد الخليط هادا تصفيوه من جميع الشوائب باش هكا ان شاء الله ما تعلاق لنا او لما تلسق لنا تشي حاجة في الشعر ديالنا يعني نحصلو فقط على كريمة اللي هي غتكون سهلة في التمشيط وسهلحتها في الغسل من نبغيو ان شاء الله نحيدو هاد الوصفة هادى من الشعر ديالنا يعني ضروري من هاد المرحلة هادى انكم تصفيو القرعة مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا معايا تاخدو فقط هاداك الماء ديال القرعة او لا هاداك الخليط ديال القرعة وبناء تشوفو معايا هاد المرحلة هادى رها ضروريه اذا ما درتوها شارك يبقى ولاصق لكم بعد شوائف شعركم وغادي عدبوكم شوية في الغسل ديال الشعر سافي انا غا نستمر عليها تشكل هادا باش نصفي مزيان 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 هاداك الخليط لبناء هاد الوصفة هادى كتستاهل لايكات ديالكم وكتستاهل تشجيعات ديالكم كتستاهلوا هاد الوصفات اللي كنعطيكم كمال القلب الحمد ويلا كنشارك معاكم ووصفات مال القلب ومجربة مني شخصيا وكناعطيكم الحاجة اللي هي فيها المنفع عليكم اللهم لك الحمد هنا البنات غادي ناخد زهرة الدرة او لنشا الدرة هناخد هنا النشا ديال الدرة البنات النشا ديال الدرة اللي غايقول لك اللي كتنشف الشعر نهائيا بالعكس كترطب شعر وكترجع شعر كل ما عالبنات كتستوحد اللي معان زوين بزاف بزاف كتغدلينا الشعر يعني زوين بزاف النشا هنستعمل جوج معها القصغار اي ملعقة كبيرة من النشا النشا الدرة ملعقة كبيرة مع هاد الخليط هادا وضروري هاد المرحلة انكم الدوب ونشا في الوصفة ما حدها دعبة بقى باردة قبل ما ندروها فوق النار مهيلة ومع التحريك المستمر باش نحصل على كريمة كيف ماشوا معايا درت الخليط فوق في الكسرونة سمحوا ليعفون وغادي نوضعوه فوق النار مهيلة مع التحريك المستمر غا نحصل على كريمة على هاد الشكل هادا كيف ماشوا معاي كريمة عاقدة كتخرج لنا كريمة كتحمقية البنات تزعمها صراحة تشهيكم انكم تنضو دابة تجربوها وديروها للشعر ديالكم انتم كيف ماشوا معاي القوام كيف ارجع تقيل ونوضعوه في اناء بحال هاك البنات المهم هاد الوصفة هادي راه ها سهلة 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 بمكونات سهلة غيلا ما بغيتيش تحيدي العقز وتنوضي دابة وتجربوها يلا كانت عندك دابة القرعة مفتوفة في الدار ما عندك سجي بها من عند اقرب الدار حداكم وهانتي مصوبة كيراتين طبيعي للشعر وغا يعطيك واحد لمنفاعة كبيرة وغا ترحميني وغا تشكريني على هاد الوصفة هادي وغا ترجعيندي اللي كومنتي وغا تقوي سيرتي ما الله يرحملك الوالدين على هاد الوصفة اللي اعطيتينا انا متأكدة البنات ولذا بغا تنضيف زيت الزيتون Saturday when þess. البينات زيت الزيتون voix مغدى ومرطب كي ساهمت في تطويل الشعر. زيت الزيتون رائع جدا كنا استغنيش عليه في الوصفات어�aly. استعملت ملعقة كبيرة من زيت الزيتون هاذا مرحلة اختيارية الا ما بيرتوش تدفو زيت الزيتون. مريتوش تدفو زيت اللوز. انه ها هنا ابتضيف ملعقة تقريبا صغيرة من زيت اللوز. تقدروا تستعملوا زيت الكوك تقدروا تستعملوا جلد الوافيغة أي جل احتى صفار بيضة لبنانت انا احنا متوفرش عندي صفار بيضة بلدية ممكن استعمله مع هاد الخليط هذا تبعوا معي الفيديو للاخير غنوريكم طريقة الاستعمال هاد الكيراتين هذا اللي هي اهم اهم حاجة في هاد الوصفة هدي هي الطريقة الاستعمال وكيفاش تبقي على الشعر ديالك باش هكا ان شاء الله تعطيك النتيجة المطلوبة ومرغوبة بإذن الله ولا يا spelبدي هذا هو الكيراتين ديالك شوفهوا ما شاء الله كيفاش يجي القوامه ينفيك متروي كيفاش يحمق اطيق revolter الخليط هذا الكيراتين هذا من اروع يخاف ان كيفا يضعوك اولا على الشعر ديالك هذا الكيراتين يعاود يحيل لك الشعر من جديد البنات الشعر التي تكون ميتة مقتولة بالثشوار بالكيراتين المواد الكيموية هذا الكيراتين يرجع لك الحياة للشعر الزغبة تعاود ترجع بالقوة و باللمعان كيراتين طبيعي 100% رائع جدا إن شاء الله تجربوا و لا تنسونيش أكيد في اللايكات لكم لأن هذه الوصفة تستهل تشجيعكم و اللايكات لكم بالنسبة لطريقة الاستعمال سوف تفرقوا بشعركم على جوج وتفرقوا على جوج و هنا يعني شعركم كامل تفرقوا على 4 البنات وتأخذوا المشطة لكم تمشطوا بشعر حتى تمشطوا بشعر وتأخذوا هذا الكيراتين بشوية بشوية وتطبقوا على شعر خصلة بخصلة في هذه الطريقة وانتوما تجبدو كتمشطوا هذه الخصلة للشعر وتديروا الوصفة فيها لكي تشرب جيد 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 في الأطراف والتقصف الذي يكون لدينا في الشعر لا يبقى نهائيا يعني وصلوا الوصفة حتى وانتوما تجبدو على شكل بحالة تديروا كيراتين بخصلة بخصلة وتجمعوا شعركم كامل وتديروا البوني وتديروا تقريبا في الشعر واحد ساعتين كما قال من ساعتين حتى ثلاثة تسويق كافية انها تعطيكم نتيجة مطلوبة وتخذوا شيء بصحة وراحة ومنين تخرجي اردعي الخبار ورجعيني لهذا الفيديو وقولي لي الرأيي بصراحة لانه هذه الوصفة لا تقولوا لي على هذا شيء حتى تجربوها ورجعوا عندي واردعي الخبار انا ما صدقتش من نتيجة هذا الكيراتين مني جربتو على شعري الشعر يبنى بحل حرير انا كنت متخيلة يبنى الرطب ولكن يبنى 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 وحل حرير وبمكون طبيعي وعشوفوا معايا شوفوا معايا الكيراتين تبارك الله ما شاء الله كيفاش يخرج كيراتين ملكي هذا هذا اللي ما جربتو وش ما جربتو وانه في حياتها جربي هالكيراتين ورجعيني لديه الخبار كانت من الفيديو اليوم ووصفة اليوم في الاستحسان وتعجبكم وانتلقوا ان شاء الله الفيديو جاي بوسيا كبير عليكم باي باي بايحة